أشكرك طبعا لازم في قاعدة صناعية ده فكر مش رأيي شخصي قاعدة صناعية ان كلما كانت الصناعة وكوناتها حواليها وقريبة منها وسهلت الحصول عليها الصناعة دي تنمو وتنهد ايا كان نوع الصناعة دي فلذلك كان دايما الحوار حول تعميق الصناعة كان بياخد منحة انشائي اكتر منه عملي ولذلك لما بدأنا مع مبادرة ابدأ من سنة بالزبط من النهاردة واشتغلت ابدأ على المكونات مش على الفينش برودكت او على المنتج النهائي كان دوة دافع جدا لان الصناعة تنهد وتتقدم بس انا عايز اد اشرح شوية بشكل بسيط للي ما بيشتغلش في القصة دي يعني ايه اللي انا بقوله دوة حضرتك علشان السبليتشين بتاعتك او سلسلة الام دي تبقى مزبوطة تلازم يكون عندك ثلاث شحنات من كل مكون المكونات التي تستعملها واحدة في المصنع بتشتغل بيها واحدة في البحر واحدة عند المورد الثلاثة دول مدفوعة منهم الثلاثة دول مدفوعة منهم عند المورد اللي هي الصين اكبر مورد للعالم كله فاذا احنا ثلاث شحنات مدفوعة منهم هناك والدورة دي بتاخد من ثلاثة لست شهور معها بقى ارتفاعات في اسعار الشحن ثم ارجوحها مرة اخرى ثم ان احنا جلنا فترة مثلا ما كناش لقين اصلا كناتر فاضية في العالم كان فيه سقبة اسود كده في العالم بيبتلع كل كناتر الفاضية مش لقين اصلا يعني رضينا بان الكنتينر بياخد حوالي 14000 دولار ومش لقيني كنتينر الفاضي بقى لنعبيه لكن لما بتكون المكون دوت قريب مني يعني انا مثلا في العاشر في العاشر من رمضان ودوت في العاشر من رمضان او في اكتوبر او في السادات او اول اخر حكاية يوم او ساعات وبيكون المكون عندي وانا اشتغلت شخصية في مبيعات صناعات مغزية بتاعة شركتي انا اشتغلت يعني نوكين دور سيلز كده انت بتاخد بقى اللي انت محتاجه اسبوع باسبوع او شهر بشهر وكمان تدفع اجل وكمان تدفع بالمصري تاخد بل حوالتك الفرق بين انك انت تصنع مكونات الانتاجية بتاعتك في البلد وتستورد المواد الخام مش عيب احنا مصر الدولة غير غنية بالمواد الخام احنا ما عندناش ولا حديد ولا نحاس ولا كل الكلام ده كل ده مش عيب اليابان كده واسوأ مننا على فكرة وهي الدولة الصناعية الاولى في العالم والصين برضو نفس الشيء اليابان ايفن ما عندهاش بترول ولا غاز فده مش عيب ان احنا ما يكونش عندنا مواد خام لكن النقطة ادارة بقى هذا الموضوع فلما بتكون انت المكونات بتاعتك حواليك فتبتاخد اولا لاحتياجك بس ثانيا بتدفع بالمصري ثالثا وقت التوريد بيبقى في قصير قصير جدا حاجة بيتكلم في يوم اتنين مثلا من ساعة من طالع الارضة فاحنا لو اشتغلنا على الملف دوت بقوة وقوينا وبدرة ابدأ وما يمثلها مش لازم يكون بس الاربعا ستين مصنع بتوعه ابدأ وما يمثلها من كل صناعة مكونات انتاج او صناعات مغزية في مصر عندنا مية وخمسين صناعة محتاجين مية وخمسين خط انتاج مية وخمسين مصنع يتحركوا في حاجات مضمونة مية في المية مضمونة مية في المية وهو يعني الحقيقة الحديث متشاعب جيرا وده اللي كان مقصود من ايه مش بيحتاجين دراسات جدوة يا جماعة حكاية محسومة درسينها وحزبينها اصلا يعني انا انا عن نفسي وصلتني الرسالة ان مش دراسة الجدوة اللي خطيئة خطيئة لكن انا مصر بتستولد مثلا مية طن من المادة الفلانية دي انا لو عملت مصنع بيبيع من ستين طن فانا عند زبوني جاهز اصعب حاجة ايه كلنا بنجري وراها تسويق السيلس البيع والتحصير فاذا كان انا عند زبون جاهز لا كمان ومتعطش كمان في نقطة مش عايزين ننساها هو فكرة ابدأ او الشركة بتاعة ابدأ او الصناعات اللي حصلت 850 صناعة الرئيس قلب بشكل وارح جدا يا جماعة انتبهوا احنا محتاجين الصناعات دي في حياة كريمة حياة كريمة ده مشروع الدولة اللي يكلف يجي تريليون جنيه هاخد منك ده مضمون مضمون انه المنتج بتاعك هتاخد مشكلتك في السيلس الاولانية اتحلت ده اللي كان مقصفة مبدئيا قصة ان تصنيع يكون محلي ده موضوع مهم حتة الدعوة للحوار الوطني نحن عايز اعلق عليها ده اول حوار وطني يحصل في مصر من عشرات وان كانش مئات سنين اول حوار وطني دعوة السيد الرئيس للحوار اتحلت باتفق مع الدكتور خالد يعني الف في المية دعوة السيد الرئيس للحوار انا شفتها ان ده رغبة رياضة سياسية قوية جدا في انه يسمع الاصوات الاخرى ويسمع الجميع تمام وكانت الدعوة ان الجميع يجلس على مائدة واحدة وتساوي الرؤوس يقولوا اراءهم بحرية وبدون اه 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 ثم ينتهو الى ورقة اتنين ثلاثة ترفع الى صنع القرار نعم فيأخذ قراره باريحية انه هو سمع كل الناس وفي النهاية هو ايه بيتحمل اه مسئوليته عاقلق حتة واحدة بس على تحرير سعر الصرف بس 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 تحرير سعر الصرف دايما اه يعني مش عايز اقوللي الاعلان بس كل الناس بتشوف بس فيه التأثير على الاسعار وهذا تأثير قوي جدا وعايز ازكر ان من ضمن حزبة الاجراءات اللي طالبة صندوق النقد هو الحماية الاجتماعية الثلاثمائة جنيه إجراء جاية جدا ولكنه غير كافي لابد من زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية تأثير سالة بيقالل العجز أنا حلو جدا جدا وما فيش حد من الأعاديين ولا حتى اللي بيصوروه أنهم يختلفوا على الحماية الاجتماعية لازم أمدها ووسعها وعمقها وطرق عمل كل حاجة لكن برضو مني ما أنا هجيب هستلف تاني أنت عامل لي خيط بتقول لي قلل الدين بتاعك عن 80% هجيبها على حساب الدعم على حساب الطاقة وأنت أخد بالك المشكلة زي بيتنا زي بيوتنا كده أنا عندي إرادة معين وعندي نفقات متعددة أنا عندي حلم عايز أعلم الناس كويس وعايز أكلهم كويس وعايز أخلي ما فيش واحد بحتاج لكن أنا منيه برضو يعني أنا موافقك وأنت في الحوار الوطني بقول لحدك إيه قرارك أو طلبك إنه أزود مشكلة وأنا عارف المشكلة كل الناس عارفيني مشكلة والرئيس عارف المشكلة والرئيس الحكوم عارف المشكلة والرئيس قال إنه قال من 10.000 جنيه مش حاجة هو قال طب من إيه قل لي أنا موافقك ولا حاجة ياريت يكون الرئيس أنا عايزين نلتزم وتقول لنا منين إنه نجيب هل كلنا رأي الـ 2700 جنيه اللي كانوا بيصر أحد أدنى للأجور قبل كده هوت كانوا كم دولار ونلتزم بيهم اشتركوا في القناة